موسيقى شيئا منها لم ينفذ موسيقى الحراك المتجدد في البصرة جاء بعد أيام قليلة من بيان مشترك لناشطين وحقوقيين أكدوا أنهم لم يلمسوا أي تغيير في الأداء الحكومي ولا بشأن الوعود التي أطلقتها الحكومة في بغداد لسكان المحافظات الجنوبية المنكوبة خدماتيا ومعيشيا موسيقى متظاهر البصرة الذين تجمعوا مقابل ديوان المحافظة ودوار البحرية والشارع العام مرددين هتفات مناهضة للحكومة لم يطالبوا اليوم بجديد إنما هي المطالب السابقة بعينها والتي تتمحور حول محاربة الفساد وتوفير الخدمات والوظائف والمياه الصالحة للشرب والكهرباء كذلك شهدت تظاهراتهم رفع لافتات تطالب بإبعاد الأحزاب عن ملف الخدمات في المحافظة وأخرى نعت المحافظة التي وصفوها بالمدينة الأغنى والأفقر عالميا في الوقت عين موسيقى لكن للحراك الشعبي في البصرة في موسم التظاهرات هذا طعما مختلفا فالمتظاهرون اليوم مصممون على عدم العودة إلى منازلهم قبل تحقيق الحكومة ما يطالبون به وفي الوقت نفسه يخشى هؤلاء المحتجون من حملات اعتقال أمنية شرسة ضدهم بعد أن أكدوا أن تظاهراتهم لن تكون كسابقاتها ولهذه الأسباب وغيرها فهم عزمون اليوم على البقاء في ميادين الاحتجاج حتى تحقيق ما ينشدون من حقوق والسلطات الحكومية وفي خطوات يبدو أنها تسير باتجاه مخالف لتطلعات المتظاهرين حذرتهم من أن توقيت حراكهم سيء وربطت هذا الحراكة مع استهداف موقع نفطي أمريكي غربي المدينة بصاروخ كاتيوشا والعثور على منشورات منسوبة لتنظيم الدولة كما قال كذلك شددت السلطات الحكومية إجراءاتها الأمنية حيث شهد رجال الأمن وما تسمى شرطة فض الشغب يتجمعون وهم مزودون بهراوات وخراطيم مياه تحسبا من محاولة المتظاهرين اقتحام المباني الحكومية كما حدث في مرات سابقة كذلك جاء وصف مدير شرطة البصرة الفريق رشيد فليح مؤخرا المتظاهرين بأذناب البعث وفلول العناصر الإرهابية الضالة التي تحاول الإساءة إلى أمن المحافظة بحسب قوله وتأكيده عزم شرطة البصرة على ملاحقة تلك العناصر في إشارة منه للمتظاهرين جاء يؤكد النوايا الحكومية في قمع المتظاهرين مجددا وبشكل أشد وأشرس نوايا يؤكد متظاهر البصرة هذه المرة أنها ستواجه بأنفاس تعطرها عزيمة قوية ستبقى حية ترجمة نانسي قنقر